وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضاء حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 615 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 446 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 48 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 388 طن وفي مجالي البيع بأزيد من السعر الرسمي الاستلع الغذائية فتم ضبط 11 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 403 قضايا من بينها 207 قضايا خبز ناقص الوزن و127 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغت 23 طن